مراكز ثقافية ذات أبنية فخمة بمساحات كبيرة فارغة لا ترى فيها شباب ولا أطفال أقسام وملاعب رياضية ومسارح مغلقة والعمل فيها عمل إداري ليس أكثر فرغم زخم الأنشطة الثقافية الصيفية تتجمد الحياة الثقافية بدور الثقافة فماش حضور شبابي أربع من الناس أربع من الناس مغرومين بالمسرح ولا كسوا فن دونس معناها كي نمشي أنا مش نعرض في دار ثقافة نلقى مثلا نزوز من يرسموا قالوا إنه دخلوا مسرحية أربع مغرومين بالمسرح دخلوا ونزوز مغرومين بالموسيقى معناها كانت لمد ستة ثمانية أربع بيبليك عملت منيح كل هيئة مهرجين تشتغل لفترة زمنية ثم تغادر وتعود قبل أشهر من الأحيانا حتى قبل أسابيع من انتظام التظاهر هذه الوضعية يجبها تتغير ويجب مهرجين تشتغل على دائر السنة أو الحاجة لتطوير مواردها الذاتية وثاني حاجة حتى أنها تصم في العمل الثقافي بصفة عامة في الجهة التي تنتميها تحددت الآراء وتباينت فهناك من يرى إقبال جيد للشباب على دور الثقافة وهناك من يرى عزوفه ونفوره من العمل الثقافي لأسباب عدة أهمها تقليدية الأنشطة الثقافية فرغم تنوعها وكثرتها لكنها لا تليق الإقبال المتوقع إلى جانب ضعف التجهيزات دور الثقافة مما جعلها غير قادرة على تلبيت تطلعات ورغبات الشباب شبابنا موجود داير حتى كان أحيانا تتعملوا دور على الفضائط الثقافية تلقاوا أن شبابنا موجود ديما متواجد في التظاهرات متعنا في مهرجاناتنا متواجد هو أكثر نسبة من الحضور حتى كنا نعملوا تقييماتنا في المهرجانات فنقاوا أن أكبر نسبة من الحضور هي من الفئة الشباب الحقيقة أنا متخش دور الثقافة نمشي كما قلت لك ناشط في مجتمع مدني نمشي كما جماعيات أنا نقبل عليهم ودجا أنا عنصر من الجماعية تنصير الشباب وناسط في دار شباب طريق العين تبع مسرح نروا مسرح نمشي شوية شوية سينما مش برشا أما دار ثقافة واحد لا في الجهة اللي نسكن فيها معنا أنا أوريجينار من سيدي بوزيد تقل العروض الثقافية دي معنا ما هوش باستمرار حتى كان فما ما هوش حتى اللي بش تكون العروض تكون برشا كوسانطرية في العاصمة في الجهات الكبيرة سيدي بوزيد حتى العروض محتش ما صعيب شوية معنا حاليا ما يخفكش أنه تقل شوية في شهر قوت تقل شوية الأكتيفيته بالنسبة للإنتاج المسرحي شوية اللي ياخو عطلة واللي يرتاح شوية وكذلك ليفهم تأس خانة زادة عنده دور العديد من الأماكن الثقافية ماش متوفرة فيها بعض الأجهزة مثلا ما تلقاش الرقح إنك تبر فيها ديمة مرة بعد قديش تجيزات بسيطة ويعانيوا من برشا معانتها معانات كبيرة برشا والأنشطة بسيطة بسيطة ياسر برشا معانتها الحاجة اللي تخليهم ينفروا نساويش اللي عاننا تراكمات ثقافية قديمة تيلة خمسين سنوات كانت عاننا تصحر تصحر ثقافي ما بين ليلة ونهار ما نزموش لكن للجانب الإعلامي في وقتنا هذا عنده دور لكن ما ننساوش أنش عندنا احنا من تصحر ثقافي قديم ياسر اللي قاعدين نعانيوا فيه فما ببعض ساعة تسأل أسئلة لأي واحد في العمر 25 سنة أو 26 سنة تسأل أسئلة تلقاش إجابة معناها تقول لهم من هو عقب ابن نافع ما يعرش من هو فلان فلاني ما يعرش تزخر بلادنا بطاقات شبابية هائلة لكنها تفتقد إلى كثيرا من الدعم والعناية بها للنهوض بالمستوى الثقافي بالبلاد هكذا عبر شباب المستقبل الصعوبات هي التمويلات الصعوبات المادية لأنه أحنا مثلا في الهيكل ماركس فونون درامية هو هيكل محترف يعني ينتج يعني الانتاج فيه له كلفة التوزيع كذلك والترويج له كلفة حتى التمويل عنده كلفة أنت بجيب مكون مختص ولا بجيب تستنجد بمؤطرين من تونس ولا خارج تونس زادة هذية فيها كلفة مادية فماش إحاطة كبيرة معناها كركسوا في در الشباب معناها نلقا في صعوبات كبيرة في الجماعيات كيف كيف صعوبات مادية التغطية الأعلامية ناقصة ياسر التلفة الصعوبة معناها تلقى راح تخدم واحدك تخدم في الفيد تخدم كان تحاول تكذر الصغير لماكسي مؤمن الكبار يلقى حواج ناقصة حواج يلوج عليها في دور الثقافة فم يلقاها ولا يلقاها في الانترنت الدولة موفرة كل شيء معناها في دور الثقافة المسرح كل شيء موجود كل شيء متوفر معناها التقصير مش شاب مش من دور الثقافة ما فهميش دعم دعم لا من الوزارة لا من الجامعية هي تلقاها على حديد معناها بالسيف أول إنتاج أول عمل بالسيف وصلت باش تلمت حق الديكور وحق الأكسيسوات ومجهودات جبارة ومن أعلى خدمة من أعلى ما يكون لكن في غياب تغطية الأعالمية تكون كانك تخدم في الفيد ممكن ما فهميش ترويج الأعمال المسرحية ما فهميش معناتها اهتمام كبير في المهرجانات الكبيرة بالمسرحيات كلمة واحدة أنه بلاش ثقافة ما احناش مش نتطوره مهما نكون مهما طلعنا مهما وصلنا اقتصاديا وسياسيا بلاش ثقافة ما احناش مش نخلطه تعدد المراكز الثقافية بالبلاد يعكس أهميتها الأساسية في التعريف بالثقافة ونشرها للعموم وسقل مواهب البعض لكن هذه الوظيفة ربما تضمحل مع تواصل عزوف الشباب ويتحول عملها إلى عمل وظيفي يهدف إلى ملء فراغات ليس إلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر